قدرة الست على الإنجاب دي فيها كثير جداً من الأعجاز وكثير جداً من المؤسرات يمكن أن تلعب دور في تأخر قدرة الست على الإنجاب من أكثر الأفرع الطبية نمواً هو علم مساعدة الإنجاب ومراكز أطفال الأنابيب والحقن المجهدي البويضات كل ما خرجت في سن مبكر من المبيض كل ما كانت شابة هناك وحش في حياة كل امرأة وهو سن الياس مخزون المبيض هو عبارة عن رصيد قابل أو مستمر في النقصان ثم النفاذ بحلول سن الياس من أكثر المنحنيات العلمية في التعلم بنسميه ليرنينج كيرب هو نقل الأجنة بطانة الرحم المهاجرة أعتقد برضو أنها من الحاجات اللي في مصر اللي عملت معاملة قصر جداً حزاري من الخطوط الحمراء في العمل حزاري من البدعة في العمل ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق مع واحد من أهم ضيوفنا على الإطلاق العلم يا جماعة وخصوصاً لما يكون لفترات طويلة يعني الخبرة تلعب دور مهم جداً مع هذا العلم والخبرة والعلم وجهان لعملة واحدة في النهاية الهدف هو مصلحة المريض هناك دروس كثيرة تظل وتوجد على طريق هذا العلم بارزة تعبر عن محطات مهمة جداً هذه الدروس قد تكون منها دروس مفرحة ومنها أحياناً محطات أو دروس قاسية منها لحظات فرح ومنها أيضاً لحظات من الخسارة ولحظات من التركيز الشديد جداً على خطأ معين أو شيء معين حصل في تجربة لم تؤتي سمارها بالشكل المصول هذه هي معنى كلمة الخبرة المرتبطة بالعلم السنوات الطويلة العلم الطبي لكن ونحن نتحدث عن معنى العلم الطبي المرتبط بالحق المكياري الموضوع فيها الكثير جداً من النقاط التي تقف أمامها بكلمة هم جداً هي أهم كلمة الهود وهو سبحان الله سبحان الله كلمة عظيمة للغاية وللأسف الكثير مننا يستخدمها ربما بطريقة خاطئة جداً وأنا أكرر أنه سبحان الله أعظم كلمة واحدة من أعظم الكلمات في الحياة ينبغي أن توضع في مكانها عندما ترى هذه التكوينة الجميلة للجنين بويضة حيان منوي عشان تشوف عظمة الخالق سبحانه بدأوا من لا شيء من خلايا محدودة جداً أمام عينيك بيكبروا ويحصل أنهم يتحولوا إلى جنين سبحان الله لما ناس ست وزوجها حابوا بعض جوزوا عاشوا على مواده ورحمة ولكن مفيش خلفة هما نفسهم يخلفوا في ناس تانية ربما الأمور بالنسبة لهم عادي يعني إحنا بيحب بعض ومكملين حياتنا بدون خلفة إحنا سعداء لكن في ناس كل واحد له ظروفه فالبيت متأثر في حزن وحاولوا محاولات عديدة للحمل سواء حمل طبيعي أو بطريقة أطفال الأنابيب أو حقن مجهني وفشلت المحاولات وبدأ اليأس يدخل إلى قلوب الزوجين ثم تأتي معجزة من الله عز وجل فنقول سبحان الله عندما نرى من ربنا على البشرية بعلم محقد جدا وبعلم شديد الأهمية تعرف معنى الخلق إن ربنا سبحانه وتعالى لما في بداية الخلق وذكر الكرآن إنه علم آدم الأسماء كلها إحنا بننظر لهذا المعنى على إنه الأسماء أسماء الأشياء لكن أنا اعتقاداً واجتهاداً مني قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ أنا أعتقد إنه العلم كله علم آدم الأسماء كلها معناها كل العلوم هو ربنا اللي علم علم عطاء ربنا لنا خلق كائن اللي هو الإنسان دائم البحث عن العلم ودائم التعلم ودائم النهم وعنده حاجة مهمة جداً ده البشر الإنسان عنده رغبة جبيرة جداً من الاستفادة من أخطائه النهاردة المعنى ده صحيح يبدو فلسفي لكن إحنا هنطبقه على شكل علمي لكن لا يخلق أكيد من قدر من الفلسفة العلمية ضيفي العزيز واحد من رواد هذا العالم اللي النهاردة بسعد بوجوده معنا في الناس الحلوة دائماً بيبهرني ودائماً بنتظر مش أنا بس جموع الأطباء المتخصصين في عالم الحق المجالي أكيد بنتظروا هذه الحلقات من الرائد القدير والاسم الكبير الأستاذ الدكتور محمود الشفعي صاحب دكتوراه أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وعلاج تأخر الإنجاب وصاحب زمالة أمراض النساء والتوليد والأمراض ومن جماعة ستالين بوش بجنوب أفريقيا زمالة أطفال الأنبيب والحق الميجاري من جماعة بورتو البرتغالية أستاذ علاج تأخر الإنجاب وأطفال الأنبيب وكل الطب والمؤلف للأطلس العالمي لدراسات البويضات بالمجال الإلكتروني ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمدير والمؤسس لمركز زينة لمراكز زينة لأمزينة الحياة للخصوبة وأطفال الأنبيب الاسم الكبير أهلا بك أهلا بحدنا منورنا سيخة استسلام هبدأ الأول بفلسفة الدروس المستفادة يعني خبرات طويلة تلاتين سنة أو أكثر ربما أكثر مش عايزة أكبرك بس هذا الواقع تلاتين سنة عمر تاني بدأ منذ نقول يعني الخطوات الأولى للحق الميجاري في العالم كله وصلنا إلى مستوى عالمي المتقدم جدا مصر تناهض أو تنافس بقوة بل تتفوق على كثير من مراكز العالم لكن خلينا نبدأ بهذه التجربة العنوان الأول لهذه التجربة أول حاجة بعد الكلام الجميل اللي حضرتك قلته والكلام اللي بعد كده هيبقى صعب شوية هي تتلخص فعلا في مشيئة المولى سبحانه وتعالى في سبحان الله إحنا مجرد سبب لأن ربنا يدي الناس يردته في رزقه أو الرزق المرسل إليهم في الأولاد فالقضية في هذا العلم مختلفة تماما 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 أول ما بابتدي أناظر أيزوجين بحثا عن الإنجاب بقول خلي بالكو إن إحنا في أفرع في الطب وعلى رأسها علاج تأخر الإنجاب إحنا بنتكلم في شيء أو بنعالج شيء يعتبر غير مرئي بنسبة كبيرة لأن الطب وفي معطياته مقسوم إلى جزئين في طب مرئي وطب منتظر الطب المرئي ألا وهو الجراحي الواضح جدا عندي مريض محتاج عملية معينة إزالة ورم فالمفروض إن لها نسب نجاح عالية جدا قبل ما ببتدي وببقى عارف حدودي وأنا بشتعل في طب غير مرئي ألا وهو انتظار إرادة المولى سبحانه وتعالى في بث الأرواح يعني إحنا بناخد بكل الأسباب ويوضع الجنين المكتمل في اليوم الثالث أو الخامس فيه رحم الأم والرحم جاهز وبعد كده بنقول ونقره في الأرحام ما نشأ فهي فعلا تتلخص أكبر درس في كلمة سبحان الله الدرس العلمي أو لو حضرك بتكلمني على بداية الدروس بداية الدروس أعتقد النهاردة هنتكلم على كلام مراجع كله بس بصيغة أخرى بداية الدروس للأطباء أو لأي حد في الدنيا ما تشتغلش إلا اللي أنت بتحبه ده أول شيء لازم أنا مصر على هذه العبارة دي بنقلها لكل الناس اللي حوالي بداية من أولادي وتلاميذي ومستمعيني ما تشتغلش إلا اللي أنت بتحبه وقلت مع حضرتك مثال حوالي من 12 14 سنة إن لما تبقى وظيفتك هي هويتك ده قمة النكاحة أه طب وقلت مع حضرتك في برامج أخرى هل شفت لعيب كرة بيودوا التمرين غصب عنه ده ما بيحصلش خالص وإحنا مبسوطين جدا فلو كانت وظيفتك هي هويتك فهدنك سعيد جدا ويتحاول تبدع فيها وده اللي أنا بقوله لما بتكلمني عن 30 سنة هما بالفعل 30 سنة أنا خلصت ماجستار 92 ابتديت في رحلة علاج العقم ومساعدة الإنجاب من سنة 93 فأنا في عامي 30 دخلت عامي 30 في ممارسة هذه المهنة غير النساء والولادة فالدرس المستفاد لازم تكون بتحب وظيفتك جدا 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 حتى ولو صعبة يعني بعض الناس أشفقوا علينا إحنا كممتهنين هذه المهنة من الأول خالص إزاي هتشتغل في تقنية معينة كانت تثبت نجاحها لو تتذكر 10% أو 15% فبتالي أنت عندك الشق الأعظم هو نسبة فشل فأنت بتحاول بعمر ربنا بتزيد نسبة الحمل بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى لكن أنت بتشتغل في مجال صعب لكن لو بسطت لنص الكباية الثاني إن هذه المجموعة اللي جاية لك كلها لم تكن تنتظر حمل فلما ينقذ منهم نسبة 10 إلى 15 زادت وصلت إلى 20 ثم 50 ثم حاليا 70% في بعض الحالات فلازم تكون بتحب الوظيفة قوي 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 عشان تقدر تستمر فيها كل هذه السنين وتقدر تبدع فيها فده أول درس هذا هو درس الأول ما هو الدرس الأكثر قسوة؟ قسوة بالسين أه بالسين قسوة بالسين هو اللي حضرتك قلته اللي هو سبحان الله لو هلخصه في كلمتين اتنين don't play god ما تلعبشوا دور ربنا خالص على فكرة don't play god ده مصطلح قاله الأجانب قبلنا وعلموه لنا وإحنا بندرس بره يعني don't play god أنا بالنسبالي أنا كالدكتور محمود لما بيجيني أي زوجين غصب عني فيه حسبة مادية دنيوية Mathematic أو نقدر نقول حسابية الزوجين يحملوا ولا لا أو يعني آسف الزوجة تحمل ولا لا أو الزوجين ينجبوا ولا لا فلو أقول أقصى درس ما زلت بتعلمه هقول بدايته وليه أنا ما زلت بتعلمه في عام 2002 بالتحديد كنت بشتغل فيه المملكة العربية السعودية وجالي زوجين الزوجة عمرها 44 سنة وعمل قبل ما تجيني 8 مرات 8 حقن مجهري 4 في مراكز شهيرة جدا في المملكة و 4 في إنجلتر وما حملتش طبعا أنا بضعف إيماني وبفكرتي بلاينج جد في ذهني قلت يعني هي جاية تعمل إيه بعد المرة التمنى وعندها 44 سنة وكأن الزوجة قرأت ما فيه نفسي وقالت لي يا دكتور محمود لو ربنا رايد يديني أطفال على أدك هيديني ما أقدرش أوصف لحضرتك شعوري وقتها بالخوف من ربنا أد إيه وبالفعل ملخص هذه الحكاية عملت عندي المرة التاسعة طازج إدت عدد جيد جدا من الأجنة نقلنا لها في المرة التاسعة ما حملت شيء تفضل جنينين اتنين نقلتهم في المجمد حملت منهم وعانت من كل مشاكل مضاعفات الحمل زيادة ضغط وزيادة وزن ونشأة سكر مع الحمل وطلق مبكر ونزيف متقطع وما إلى ذلك كتاب كله كتاب كله إلى أن ولدت وعمرها 46 سنة وسجل بإسمي الحمد لله والمجموعة اللي كانت شغالة معايا في 2004 كلام ده بعد سنتين من بدايتي معاها أعلى عمر لسيدة تالد من أجنة مجمدة في العالم اتكتب بإسمنا على أزيز سيدة اللي هي أول ما جات لي أنا قلت هي جاء تعمل إيه ربنا عمل منها معجزة فأقصى درس Don't play God اعمل اللي عليك تماما مدامة الحالة فيها أمل للحمل اديها كل المجهود وربنا مش هيضيعه وفي الآخر لازم تعلم تماما أن العطية بإيد الرحمن سبحانه وتعالى إحنا مجرد أسباب في رأيي معلش معاين ده الدرس الأكثر الراحة ده مريح الدرس بس هو يعني هو هو شوكي طبعا هو شوكي جدا طبعا هو صادم لكن هو قسويته أنه ما زال لحد النهاردة بيعلمني يعني إيه؟ هدمج السؤالين في بعض لما حضرك بتقولني النهاردة بعد 30 سنة أنا إحساسي لحد النهاردة بأي مريضة تحمل هو الفرح الرهيب جدا وأي مريضة ما حملتش ببقى حزين جدا لحد ما أعرف ملابسات ليه ما حملتش لكن بعض المرضى بتتخيل أن أنا مجرد حالة عند الدكتور لا أنت مش حالة خالص أنت في الوقت نفسه أنت الحالة الوحيدة اللي عند الدكتور والله أعلم بالله أنا بقوله السؤال المهم الدرس التاني نحن النهاردة دايما الأسئلة بتاعتنا هتاخد نمط كلمة ما هو الدرس نحن خدنا الدرس الأول خدنا الدرس الأكثر أهمية أو الأكثر أنا في رأيي راحة لكن لو قلنا أنه أكثر قوة وتأثيرا وزلزلة في جسم العملية العلمية اللي اسمها في حقن المجهري لكن في دروس عملية يعني إيه درس عملية درس عملي يعني أن حضرتك تتعلم من جوه الحالات يعني مش في الحالات أنت مش بتجرب فيه بس تتعلم من الحالات وهو ده اللي بيسموه الخبرة ما هي الخبرة عبارة عن إيه عن تراكم عدد معين من الحالات حضرتك أجرتها مش لازم تكون طبيب أنا بتكلم على مواقف حضرتك مريت بيها في حياتك في مهنتك فإحنا كأطباء عدد من الحالات حضرتك مريت بيها واكتشفت تماما أن العلاج الأمثل لهذه الحالات هو واحد اتنين تلاتة فلما أجي النهاردة أقول الدرس العملي الكبير الإطارة اللي أنا أتكلم فيه أن ما فيش برنامج علاجي ثابت واحد لنفس المرضى يعني إيه؟ يعني دائما أبدا إحنا عندنا أطور كبيرة شغالين فيها البرامج عبارة عن برنامج قصير الأجل وبرنامج طويل الأجل طويل بيبدأ من يوم الواحد وعشرين في الدورة السابقة ويبدأ مع بداية الدورة يبدأ مع بداية الدورة وينتهي عند أيام الطبيض ده الإطار العام لكن جوه هذا الإطار كل مريضة لازم يتفصل لها وبقول كلمة يتفصل لها يعني يتفصل لها برنامج معين ما فيش قادر أقول إن أنا أثبت إن أنا عندي مريضة عندها تلاتين سنة فبالتالي أبدأ لها بعدد معين من الأنبولات وثبت هذا الموضوع عندي مريضة عندها تكايوس مبايد وأنا عندي برنامج واضح جدا لمرضى تكايوس المبايد قلوا تجميد كل الأجنة وإعطاء برنامج العلاج العقار المضاد لعدم حدوث تنشيط زايد وما إلى ذلك لكن في حالات كتير قوي بتخرج عن هذا الإطار هي دي الخبرة بقى يعني النهاردة لما معاك مساعدين أنت بتديهم برنامج عام لكن لما بتشرف على حالاتك كلها بتلاقي إن مش كل الحالات تقدر تمشي تحت إطار البرنامج العام وهو ده الموديفيكيشن أو التغيير اللي نقدر نعمله في البرامج العلاجية عشان تجيب أحسن النتائج وهدي أمثلة بسيطة جدا جدا أنا بسمي دي يا دكتور أيمن يعني اسمح لي لو قلتها يعني اللي هي تطبيق روح القانون مش منطوق القانون لتعبير قضائي جدا مشهور في القانون أو في القضاء بالضبط أنه أحيانا القاضي يطبق روح القانون وليس منطوق القانون بالضبط وده من الرحمة طبعا وهو ده من الرحمة يعني ليه أنت شايف حالة معينة كمثال عندي الكتاب عندي وخبرتي كلها بتقول أن 99% من حالات تكايوس المبايد من الأفضل أنها يتجمد لها كل الأجنة تجي لك حالات ماشية بريت مهادي جدا ومن الممكن أنك تحاول تنقل لها جنين واحد في اليوم الخامس بدون أخدم خطرة ومتابعة جيدة جدا 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 ويحصل حمل والدنيا تستقر وتبقى نقلت في التجربة الطازجة هي كده ما خرجتش يبرى القانون لأن احنا زمان كنا بننقل لكل الناس في التجربة الطازجة لكن خرجت عن القانون الجديد اللي احنا أقرناه في مرضى تكايوس المبايد وزي ما بقول مرضى تكايوس المبايد دول علمونا يعني إيه علمونا يعني أول رسالة كتبتها بالفطرة قبل الخبرة بعد الثلاث سنين شغل في علم النساء والتوليد في رسالة الماجستير في سنة 92 قلت أنا عايز أشكر مرضانا اللي هم فعلا هم أسد زتنا الحقيقية احنا بنتعلم من المرضى المرضى وحالتهم هي اللي بتعلمنا فعلا فهم بقولهم متشكرين ان انتوا ادتونا هذه الفرصة ان احنا نعالجكم وربنا يجعلنا سبب ان احنا نبتكر أفضل الطرق للحصول على أفضل نتائج فده يعتبر من أفضل الدروس العملية أفضل الدروس العملية لو عايز ألحص الكلام اللي أنا قلته هو تطبيق ما يناسب لكل حالة وليس تطبيق قانون واحد على كل الحالات إذن هي كلمة روح العلم دي كلمة مهمة جدا اه طبعا هي مضمون الخبرات ومجمل اللي هي مجموعة الخبرات ممكن جدا ان تخلي ما عملش بالزبط زي ما الكتاب بيقول في الحتة دي في الكيس دي بالزبط أرجع تاني وأنا عارف أرجع للقانون تاني وهذه الاستثناءات هي استثناءات أنا عارف مدى نفعها للمرضى مش كده استثناءات خبراتية فعلا هي فعلا لما أنا بستثني بستثني من غير ما ياخد مخطرة لكن بحاول أدي أفضل فرصة للمريضة في هذه التجربة في مقالة أو بحث حضرتك قدمت سنة 2008 من 14 سنة من 14 سنة وكانت بداية لقاءتنا تمام يعني كانت في 2008 أعتقد أول لقاء عملنا معروف تمام كتبت فيه أنه هل ما أقولها كبيرة جدا هنا هذكرها لك بالنص التي يذكر عشان محرفها كتبت فيه في مقال علمي ولا في جريدة في صحيفة رسمية في أحد الصحفة الرسمية قلت فيه أنه هل الحاضنات الصناعية أحن على الأجنة أم رحم الأم أكثر حنانا عليهم ماذا كانت الإجابة وقتها ولا دلوقتي لا يعني إيه اللي خطر في دماغنا أن احنا نكتب هذا المعنى أولا أنا بشكر لحضرك أنك عملي أرشيف عندك هو فعلا الكلام ده أنا كتبته أرشيف زكريات لأن احنا عيشناه أنا فاكر كويس جدا أنه دي باحدة من الأسباب الأساسية اللي احنا عملنا لك دعوة بالضبط على فكرة هذا المقال أنا معلقه عندي في المركز لحد النهاردة هو فعلا كان في ديسمبر 2008 وأنا كتبت فعلا بعد الجدل واللغة الكبيرة اللي حصل على ننقل أجنة في اليوم الثالث ولا في اليوم الخامس مع بداية صيحة حضنات اليوم الخامس فهل فعلا حضنات صناعية اللي هي حضنات ثاني أكسيد الكربوني اللي عندنا اللي هي كانت ثنائية ثم ثلاثية ثم حضنات يوم خامس هل هي فعلا أحن على الجنين من رحم الأم ولا أدخل الجنين بدري عشان الرحم أحن عليه من الحضانة طبعا السؤال إجابته صعبة أو كانت صعبة في الأول لسبب لأنك لا يمكن تجري التجربتين في نفس الوقت يعني لا يمكن تحط نفس الجنين في الحضانة ونفس الجنين تنقله بدري للأم لكن هي برضو زي ما بقول مجمل خبرات سنين الإجابة كانت بالفعل أن رحم الأم أحن على الأجنة من الحضنات الصناعية هدي أمثل إحنا نشأ عندنا صيحة زمان بس ابتدت الناس أو الأطباء يفطنوا لصحتها أو خطاها اللي هي لازم تنقل كل الأجنة في اليوم الخامس وما ينفعش يتنقل الجنين قبل اليوم الخامس أول شيء عايز أن أوه بيه أن أول طفلة ولدت ألا وهي لويس براون سنة 78 ما كانتش يوم خامس خالص كانت يوم تاني مش تالت كمان دي حاجة الحاجة التانية المهم في ذلك تجربتنا قالت الآتي الجنين اليوم الخامس له فايدة واحدة بس أنه بيقلل عدد التوائم لأننا نما باجي لليوم الخامس فأنا بنقل عدد أقل من الأجنة من اللي أنا بنقلها في اليوم الثالث أنا بقى هنا النهاردة دي كانت الإجابة أو الإطار الكبير للإجابة في 2008 ودنتها معايا لحد 2010 ودنتها معايا لحد سنتين فاتو النهاردة بقى أنا عايز وأكد على الإجابة أن رحم الأم أحنى على الأجنة من الحضانات لكن في عبارة تانية بقولها عند حضرتك لأول مرة خلي الرحم هو اللي يختار يوم نقل الأجنة مش أنت اللي تختاره عبارة غريبة شوي عبارة يعني أولاً تدفع أي حد يسمحها إلى الفضول الشديد المقصود بالرحم لو هو الرحم اللي حنا ننكره بالضبط هل هذا الرحم له يعني علمياً معلش القدرة التعليمية على التعبير عن اختياره للتفضيل هنرجع الجنين في اليوم الثالث أو الخامس هيكلم معانا بلغة علمية لكن هيقول لنا معلومات معينة هتخلينا نفضل أن احنا نرجع الثالث أو خامس نشأ عندنا من حوالي عشر سنوات تقنية جديدة اسمها إير أو اندومتر ريسبتيفتي الري إيه اللي بعمله باخد عينة من جدار الرحم بعرف بالضبط اليوم الأمثل لنقل الأجنة أو لجهزية الرحم لاستقبال الأجنة الفحص دات عمل كان بيفاضل ما بين اليوم الخامس والسادس وفي بعض حالات ثبت أنها لا يقتقبل الرحم إلا في اليوم السابع وده طبعا كلام غريب شوية ده علميا واستخدمناه في الحالات اللي هي فشل فيها استقرار الأجنة داخل الرحم مرة واثنين وبالتالي معينة الرحم وهذا التحليل الجيني الوراثي الدقيق جدا اكتشفنا فعلا ممكن ننقل إمت لكن أسرع منه بقى تجربنا هقول تجربة وقسنا عليها كتير قوي عندي سيدة عندها انقطاع طمث أولي ما شافتش دورة خالص وهي برأي مريئة منوري أه وبقى بيجي لها دورة فقط بالحبوب إن احنا بديها حبوب ليه؟ زبط مستوى هرمونات معين يقوم ينزل لها دورة عندها تكايوس مبايد من النوع الأول بتنتج عدد لا نهائي من البويضات طبقنا معاها برنامج العقار المضاد ودت حوالي حاجة وعشرين أو تلاتين جنيه وطبعا جمدنا كل الأجنة ومع كل العلاج الوقائي لم تشكوا مطلقا من أي تنشيط زي جينا بقى في رحلة إرجاع الأجنة المجمدة احنا في مركزنا في زينة الحياة بنجمد بطريقتين اتنين لما يكون في عدد كبير من الأجنة لما يكون عدد قليل بنجمد يوم خامس فقط لكن عدد كبير ممكن أجمد يوم ثالث جروب أو مجموعة واجمد مجموعات تانية في اليوم الخامس وده عشان بس تشوف قدرة الأجنة أخبارها إيه على النمو جينا في أول إرجاع المريدة جهزت واجد الرحم جاهز جدا رجعنا الأجنة ابتدينا بمجموعة اليوم الثالث ادناهم فرصة في الحضانة إنهم ينموا إلى اليوم الخامس وده اخبار قاسي جدا للأجنة بتقولك أنا قوية بعد ما خرجت من التجميد اللي هو ناقص 196 نيتروجين حطتني في حضانة وبالتالي أنا قدرت أنمو من اليوم الثالث ثم الرابع ثم الخامس للأسف الشديد جدا جدا ولا جنين من بتوع اليوم الثالث وصل لليوم الخامس في هذه المجموعة فالفضول أخدني علميا يعني طيب أنا هنتظر بداية اليوم السادس إحنا عندنا حاجة اسمها شباك الالتصاق اللي هو ممكن أنق المريضة في أوائل اليوم السادس وده بتكون الهرمونات والرحم مازال يمتلك جاهزية عظمة لاستقبال الأجنة window of implantation بالضبط جينا في بداية اليوم السادس كلمنا المريضة الصبح المعمل كلمني الساعة 8 الصبح الأجنة بتاعت اليوم الخامس اللي ما كملتش النهاردة في اليوم السادس اكتملت تماما والجنين بقى جنين ممتاز كلمنا المريضة جات المريضة نقلت جنين واحد يوم سادس حملت وولدت طفل سليم تماما عدنا الكرة بعد سنتين عشان نرجع أجنة فخلاص الموضوع واضح أنا عندي أجنة يوم خامس فقط أجنة مجمدة في اليوم الخامس البنك بتاعها لليوم الخامس جهزنا الرحم فكنا الأجنة الأجنة منقسمة تماما ومدية أجنة من الدرجة الأولى بتاعت يوم خامس نقلت الأجنة في اليوم الخامس ما حملتش بعد ثلاث شهور نقلنا الأجنة برضو بتاعت اليوم الخامس ما حملتش الخلاصة في الموضوع هو إيه إن الرحم قال لي القاتل أنا عايز جنين اليوم الخامس في اليوم السادس بتاعي أنا جاي الصعبة شوية فيما يناسب الحالة الهرمونية للرحم بزدار الرحم ما هو القصة علاقة بين اتنين علاقة بين جنين وصل إلى مرحلة من النمو والتطور والنضوغ جيدة وتربط الرحم المناسبة لإنهاز الجنين تستقبله بالضبط ما ينفع شدي جنين جيد في تربة سيئة بالضبط أو تربة جيدة وجنين سيئ بالضبط إذن حل هذه المريضة هو الآتي التجربة القادمة إن إحنا بننقلها جنين اليوم الخامس في جاهزية جدار الرحم في يومه السادس دي السينكرونيزيشن أو التماثل ما بين عمر الجنين وما بين جدار الرحم ده شغلتنا إحنا إحنا نبتدي هرمون يوم معين وما إلى ذلك هنا بقول ده بيثبت إن الرحم هو اللي علمنا إزاي نختار يوم وضع الأجنة فيه فبالتالي لو بستخدم إطار عام ما أقدرش أعممه لكن هل من الممكن تكون الحاضنات الصناعية أقل أماناً على الرحم من الجدار؟ آه طبعاً هي أقل أماماً ليه؟ لأن الرحم يعلم تماماً مدى جاهزيته لاستقبال الأجنة فبالتالي هذا الرحم كلمني قال لي بالتحديد هتلي جنيني اليوم الخامس المكتمل عندك بس في يومي أنا السادس انت نورتنا يا فندم وسعدنا بهذا اللقاء على مدار يعني الحلقتين والجزئين الهمين جداً في هذا الحوار الممتع مع القمة العلمية الكبيرة والإسم الرائد اللي بنفتخر بوجوده في الناس الحلوة وأي نافذة تفتخر بوجودك فيها أشكرك شكراً جزيلاً وعايزك تنهي حوارنا بكلمة لفريق العمل بتاعك في زين الحياة لازم أشكر فريق العمل لأن فعلاً الدكتور محمود مش أكتر من ممثل لفريق العمل مش هو اللي بيشتغل لوحده وزي ما قلت زمان فريق العمل في مركز أطفال الأنابيب بيبدأ من باب المركز اللي واخد باله من نظافة باب المركز لحد أدق تقنية جوه مختبر أطفال الأنابيب كلهم متماثلين في الأداء الممتاز شكراً وأنا من غيركو ما نجحش نورت وشرفت وأبدعت ضيف العزيزة الرائد القدير والاسم الكبير لعالم أطفال الأنابيب والحق المجهري الأستاذ الدكتور محمود الشفعي صاحب دكتور أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وزملات أمراض النساء والتوليد من جماعة استالين بوشي الجنوب الأفريقية وزملات أطفال الأنابيب والحق المجهري من جماعة بورتو البرتغالية والأستاذ هلاك تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب بكلية الطب المؤلف لأطلس العالمي لدراسات الموايدات بالمجهر الإلكتروني بالناشر ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمدير لمراكز زينة الحياة للخصوبة وتأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب كان ضيفي في واحدة من حلقتنا الرقية جداً ده الجزء الثاني لازم تابعه الجزءين مع بعض في الناس الحلوة خليكم الناس الحلوة